أستاذ الريقات عبدالغافور تحدث عن توقيفات احترازية فهي توقيفات مؤقتة ربما كان هناك تخوف في الشهر الأول يعني شهر يناير من استمرار الاحتجاج الأساتدة أبدو حسنية وكان هناك تعليق للإدراب لكن الوزارة والمسؤولون يعني ما كانش هناك يعني التعامل بالميتل كان هناك استمرار استمرار بطبيعة الحال في التوقيف دي الأساتدة والأسادات يعني أزيد من أربعة أشهور هناك توقيف عن العمل هناك توقيف للأجراء ومني كنقوله توقيف عن العمل وتوقيف عن الأجراء يعني بمعنى أنه هذا الأساد هذا درمام عزوج عن المحيد دياله الاجتماعي عنده أسرة عنده عائلة من طبيعة الحال مرتبطين به وكان هناك من طبيعة الحال حتى بالنسبة للمخرجات ديالاتفاق الأول اتفاق التاني ديالشهر ديجنبير كان هناك نوع من أنواع التماطل يعني في صرف هذه هذه الزيادات واللي من طبيعة الحال تعطعتها واحدة الهالة كبيرة ما كنشوفوهاش يعني مثلا في القطاعات الأخرى كتكون زيادات يعني حتى على مستوى الإعلامي ما كيكونش هناك واحدة الهالة إعلامية كبيرة لكن بالنسبة لقطع التعليم لا نعرف صراحة لماذا هذه الهالة الكبيرة مع العلم أننا بس نصحوه واحدة المغالطة اللي كتمرر أنها الزيادة اللي كيقولوا بأنها تلتالي في درهم هي زيادة بأثر رجعي هي الزيادة الحقيقية هي 750 درهم وهذه الزيادة هذه اللي قسمناها على إعداد الأيام ديال الشر رأي لا تتجاوز 25 درهم إذن هذه 25 درهم في ضل الغلاء الأسعار يعني في ضل الغلاء المعيشة طبيعة الحال كافية لتعبر عن نفسها دون أن نحن نعبر عنها بالنسبة لنا طبيعة الحال أحيي الأساتدة والأستدات على مستمع مدرية سخيرات تمارا يعني كان هناك طبيعة الحال منذ شهر بداية شهر يناير كان هناك بداية جمع أو الدعم المادي للأستدات والأستدات يعني طبيعة الحال جميع الأستدات والأستدات توصلوا بأجورهم يعني هذه المبادرة طبيعة حال كتأكد على أننا أسرة عليمية أسرة واحدة وأننا جسد واحد وأننا جميعا في السراء وفي الضراء